اشتركوا في القناة والتي شهدت مشاركة 26 مقاتلا من مختلف بلدان العالم وحضر المنافسات عدد من المهتمين بالرياضات القتالية بدولة الامارات العربية المتحدة وعدد من المدعوين وجماهير غفيرة من عشاق ومحبي رياضة فنون القتال المختلطة وقد أكد سموه أن ما تشهده هذه الرياضة من تطور ملحوظ يأتي بفضل الرعاية والاهتمام والدعم من لدن جلالة الملك المفدى للقطاع الرياضي وتوجيهات جلالته المتواصلة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشهد حضورا ومشاركة واسعة من قبل الشباب والتي ترجمتها الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة الرشيدة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومسندة سمو ولي العهد في تنفيذ الخطط والمشاريع الداعمة للبنية التحتية والرامية لتهيئة الأجواء المثالية للشباب البحريني للارتقاء بهذه الرياضة وأضاف سموه أن الجهود المتميزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عبر الاستراتيجية التي رسمها سموه مهدت الطريق نحو الارتقاء بمستوى الالعاب والرياضيين وبخاصة رياضة فنون القتال المختلطة وقال سموه أن البطولة استطاعت أن تشق طريقها بنجاح من خلال تنظيم المتميز واستقطابها لنجوم رياضة فنون القتال المختلطة والإشادة الواسعة من قبل الاتحادة الرياضية من مختلف بلدان العالم والمنظمات الدولية لللعبة وستواصل الجهود لنشر البطولة على مستوى العالم وأبدى سموه عن سعادته بنجاح النسخة الرابعة لبطولة القتال الشجاع الذي احتلنتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي وتطلع سموه لتحقيق المزيد من النجاحات الداعمة لتحقيق التطلعات بأن تكون هذه البطولة هي الأولى على مستوى العالم فكرة بدأت صغيرة ولكنها حققت أحلاما كبيرة وظهرت بصورة جديرة فالأهداف تحققت والثمار حصدت بعد أن تلونت وتزينت مدينة أبو ظبي التي احتضنت منافسات النسخة الرابعة من بطولة القتال الشجاع بأنوال التألقي والنجاح أنا سعيد جدا من ناحية ومن ناحية أخرى من دهش بعد مستويات القوية التي قدموها المقاتلين وهناك أسماء لم أكن أتوقع أن يظهروا بهذه الصورة ومن وجهة نظري ستكون هذه النسخة عالقة في أدهان الجميع الحمد لله رب العالمين توفقت ولعبت وضد خصمي فزت عليه في طريقة كثير حلوة فالحمد لله بشكر رب العالمين على النتيجة اللي صارت أنا جدا سعيد وبشكر كل الجمهور للعالم والعربي أن أطمح أكون بطل العالم لبريف إن شاء الله هم محرين متى يعطوني الفرصة أنا إن شاء الله رح أكون مستعد بس هذا طموحي أن أكون بطل العالم إن شاء الله بإذن الله طبعا فايت كان كثير قوي اليوم إحنا بأبو ضبي بريف بطولة كثير كبيرة الحمد لله تمكننا وفزنا على فريق من أفضل أفريق الإرلندي بالعالم 26 مقاتل من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم قدموا خلال منافسات البطولة عروضا مميزة ومستويات قتالية عالية أشعلت مدرجات الجماهير الحاضرة كما شهدت البطولة ولادة أول بطل لوزن الريشة الذي توج به المقاتل الجزائري إلياس أبو داقائل الحمد لله كان كويس طايت كان قوي كان بكل صراحة أنا أخذت لائحة من الملاكمين لأوبننت لعوتمان وأنا اخترت أصعبهم وكانت أول مرة لعوتمان نازل إلى الوزن 70 كيلو وكان عنده خمس أيام هون في أبو دابي وكانت حاجة جديدة احنا ما بنعرف كيف الجسم تاعه بيشتغل في الوزن 70 كيلو وهيك الحمد لله احنا أخذنا أقوى واحد في اللائحة وهو عنده سبع وينس في الاستمرار وما خسر وكان بطل العالم وهنا الحمد لله اخترنا أقوى واحد حتى عوتمان يشوف القوة تاعه إن شاء الله أول حقا طرعا بفضل الله أولا وأخيرا يعني الواحد بيبيع لو بيوصل بفضل الله عز وجل تمام الفايت احنا كنا بجاهزين جنب لان تمام أولا عديت المباراة كويس جدا احنا عرفينه هو سترايكل كويس وهنشتغل ريكل هو عمل خطأ وأنا الحمد لله استغلط مستوى المقاتلين ببريف عالي جدا بعتقد اليوم كان في كتير فايتات حلوين والحمد لله يعني المنظمة لسه بس أربع إفنتات وعم بتجيب مقاتلين زي هدول وبهذا المستوى فإن شاء الله أكيد بعدين متل ما قلت قبل سنتين لقدام لح تكون قصة جديدة عنوانها النجاح وختمتها التألق والتميز كتبها وصطرها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بإقامة أكبر المحافل الرياضية العالمية حزم الشيخ لتلفزيون البحرين من مدينة أبوظبي الإماراتية هذا وأعلن اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى الشبابي والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتالة المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتالة المختلطة أن الهند سوف تحتضن النسخة الخامسة لمنافسات بطولة القتال الشجاع بالتعاون مع الاتحاد الهندي لفنون القتالة المختلطة يوم الثاني والعشرين من إبريل المقبل على أستاذ دوم ناشنل أوف إنديا بمدينة مومباي وقد وجه سموه انتحاد القتال الشجاع لإنهاء كافة الإجراءات والترتيبات لإقامة البطولة الخامسة في الهند باعتبارها إحدى الدول الآسيوية التي تشهد فيها رياضة فنون القتالة المختلطة انتشارا متزايدا كما أنها فرصة لتعزيز العلاقات البحرينية الهندية لا سيما على الصعيد الرياضي وأضف سموه أن الجهود ستتواصل من أجل تنفيذ الاستراتيجية التي رسمها سموه في تحقيق الأهداف والتطلعات التي تساهم في الانتشار الأوسع لهذه البطولة في مختلف بلدان العالم وأكدا سموه أهمية دعم القيادة الرشيدة وسموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للارتقاء بهذه الرياضة ونشرها على مستوى العالم وثمن سموه التعاون الكبير مع الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو والذي ساهم بشكل واضح في نجاح النسخة الرابعة التي استضافتها العاصمة أبو طبي وشيدا سموه بالمستويات الكبيرة التي قدمها المقاتلون في النسخة الرابعة من هذه البطولة ومهنئا الفائزين بنزالات هذه النسخة ومتمنيا سموه حظا أوفرا لبقية المقاتلين في النسخة القادمة ترجمة نانسي قنقر